اعتقادك لفساد السلطات الحكومية داخل العراق سيجعلك عرضة لأنواع القمع والتنكيل الذي يصل إلى حد القتل والتغيب في السجون هذا هو ملخص ما يتعرض له معارض العملية السياسية منذ تأسيسها لكن تلك الممارسات باتت أوضح وافتضح أمرها أكثر فأكثر مع انطلاق ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة الصحفيون والناشطون في التظاهرات ومنتقدوا فساد السلطة عبر الإنترنت يتعرضون منذ اليوم الأول للثورة إلى التهديد والمضايقة والملاحقة القانونية وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش المنظمة أكدت أن السلطات الحكومية تعاملت مع المنتقدين ليس فقط من خلال العنف والترهيب إنما استخدمت نصوصا قانونية مبهمة لاستهداف الصحفيين والناشطين أو أي شخص يبدي رأيه بحق السلطة الحاكمة على مواقع التواصل الاجتماعي بما يشمل من يكتبون على صفحاتهم الشخصية ورغم عدم تمرير قانون الجرائم المعلوماتية المثير للجدل في البرلمان العام الماضي إلا أن السلطة التنفيذية لم تبدو بحاجة لتمرير القانون الذي عدته منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية بأنه تهديد خطير لحق التعبير عن الرأي بسبب فقراته المبهمة ذات التفسيرات القانونية الفضفاضة بجانب العقوبات القاسية التي يفرضها القانون نفسه وهو الأمر الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية انتكاسة كبيرة لحرية التعبير في العراق ما يثير الريبة بشأن مدى جدية حكومة الكاظمي بحماية حق العراقيين في التجمع والتظاهر السلمي وأبداء الرأي هو أعلان الحكومة في وقت سابق عدم وجود معتقلي رأي في السجون وأن جميع من اعتقلوا لذا القضاء هم متهمون وفق قانون الإرهاب وتؤكد منظمة هيومن رايس ووتش أن الكثير من ضحايا الرأي في العراق قدموا شكاوا للشرطة لحمايتهم دون جدوى كما أن السلطات غير مهتمة بامتلاء السجون بمعارضيها والهدف هو ترهيب الناس وإسكاتوا أي صوت ينادي بوضع حد لفساد الطبقة السياسية الحاكمة وتسلطها على رقاب العراقيين ترجمة نانسي قنقر